شهد المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي افتتاح معرض فريدة ومتميزة مواقع التراث العالمي في الأردن والذي يقام بالتعاون بين المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والمجلس العالمي للمعالم والمواقع آيكموس الأردن نعم وشهد الافتتاح حضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وسمو الأميرة دانا فراس رئيسة إيكموس الأردن وبهذه المناسبة أكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار أن مشاركة المركز الإقليمي في تنظيم المعرض يعكس الالتزام بتعزيز الوعي بمواقع التراث العالمي الطبيعية والثقافية في وطننا العربية متوجها بالشكر الجزيل لسمو الأميرة دانا فراس على إتاحة الفرصة لعرض محتوى الكتاب على شكل معرض للجمهور في مملكة البحرين مشيدا في الوقت ذاته بمتانة العلاقات الثقافية ما بين البلدين الشقيقين من جانبها أعربت سمو الأميرة دانا عن شكرها للمركز الإقليمي على دعمه المستمر لجهود حفظ التراث الثقافي والطبيعي في الأردن مشيرة إلى أن المعرب يمثل فرصة رائعة للزوار لاستكشاف مواقع التراث العالمي في الأردن عبر نصوص وصور معبرة تحكي قصصا عن تاريخ الأردن العريق شكرا للمشاهدة